بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لازلنا نتابع معا التفسير العلمي لبعض الإشارات الكونية في القرآن الكريم وصلنا معا إلى خواتيم صورة الإسراء ونتوقف سويا في هذه الجلسة المباركة مع قول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 88 من هذه الصورة المباركة حيث يقول موجها الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم ليأمره قائلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وسبق لنا أن قلنا أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين عيد الناس اليوم في نفس لغة وحية اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وأنه يتمتع بكل صفات الكمال التي تنسب إلى رب العالمين فبما أن القرآن الكريم هو كلم رب العالمين في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية فلا بد وأن يكون مغايرا لكلام البشر مغايرة كاملة هو ليس بالشعر وليس بالنثر ولكنه نمط فريض في صياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل وكان كل نبي وكل الرسول يعطى عددا من المعجزات الحسية التي تشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة أو بهما معا وكانت هذه المعجزات مما ضرع فيه أهل هذا النبي أو أهل هذا الرسول قومه يعني فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كانت الميزة الرئيسية لها الفصاحة والبلاغة وحسن البيان فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به أمة العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور مفتريات من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله ويتأكد التحدي هذا هنا في هذه الآية الكريمة قل لأين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتخيل كثير من الناس أن المثلية هنا مثلية الصياغة مثلية اللغة مثلية البيان والنظم ومع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز وأن لغته معجزة إلا أن النظم يبقى إطاراً لمحتوى الصياغة هي إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا أن فيها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام رب العالمين وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ولكن الله يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في زمن كزماننا إلى مستوى من المعرفة العلمية والتقنية لم تتوفر للبشرية من قبل فيغطر الإنسان بالعلم ويطالب بالدليل العلمي إذا سألته آمن بالله يقول اعتني بالدليل العلمي على وجود الله آمن بالبعث اعتني بالدليل العلمي لأؤمن بالبعث آمن بالحساب بالجنة بالنار يطالب الناس في زماننا بالدليل العلمي على كل قضية من القضايا الغيبية لذلك نقول أن الله تعالى قد أبقى في هذا الكتاب العزيز من حقائق العلم ما لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يصل إلى شيء منه في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي وتبقى هذه الإشارات العلمية في كتاب الله خطاب مناسب لأهل عصرنا نقدم لهم العقيدة الصحيحة والعبادة المقبولة ودستور الأخلاق السامية النبيلة وفقه المعاملات الذي يعطي لكل ذي حق حقه نقدم لهم ذلك في إطار من الحقائق العلمية التي لا يؤمنون بغيرها كذلك نجد أن الأحداث التاريخية التي جاءت في القرآن الكريم كل الاكتشافات الأثرية تثبت صدق القرآن الكريم في كل ما جاء عن عدد من الأمم السابقة قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم إبراهيم إلى آخر هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء ونقول أن القرآن الكريم تحدث يعني بأخبار قبل وقوعها ونسمي ذلك الأجاز الإنبائي في القرآن الكريم تحققت بعض هذه الوقائع وجاء صدق القرآن الكريم فيها مثل قول ربنا تبارك وتعالى غلبت الرمو في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد تحقق ذلك وهناك كثير من الأخبار الإنبائية التي لم تتحقق بعد وننتظر تحقيقها القرآن الكريم يخاطب النفس الإنسانية خطابا يرتقي بها في معارج الله إلى مستويات لا يمكن لأي خطاب آخر أن يلقى بها القرآن الكريم له جرس رائع يتفرد به عن غيره من الكلام ويسمى الأجاز الصوتي في القرآن الكريم القرآن الكريم حفظ على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن يختصر منه حرف واحد ويسمى ذلك بالإعجاز الحفظ للقرآن الكريم ونأتي لسلسلة طويلة من مزايا هذا التاب العزيز ومنها إعجاز التحدي للإنس والجن فرادة ومجتمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو حتى بصورة واحدة من مثله ويبقى هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقد أن يتقدم ليقول نعم لقد استطاط أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم 114 صورة تحوي 636 آية لا نجد خطأا واحدا لا في اللغة ولا في الإعراب ولا في المحتوى ولا في العلم ولا في التاريخ ولا في أي قضية من القضايا ولا يمكن أن يكون ذلك العمل لغير الله سبحانه وتعالى ومن هنا جاء هذا التحدي بقول ربنا تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم ليقول له قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونقرأ أيضا في هذه الصورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فرقناه يعني أنزلناه منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات أو صورة صورة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث تقرأه على مراحل حتى يتعلموا هذا القرآن الكريم ويجوذوه تجويدا كاملا وقلنا في لقاء سابق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يحققوا ما فيها من أوامر ويطبقوها أمرا واقعا في حياتهم ويجتنبوا ما فيها من نواهي ويحققوا ذلك أمرا واقعا في حياتهم وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا وقرآنا فرقناه يفهمها بعض المفسرين أنه الله فرق به بين الحق والباطل وقرآنا فرقناه وإن كان المعنى الأول أولى بالاتباع وقرآنا فرقناه لثقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلة مما يؤكد على أن هذا القرآن أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تغفى الصدور وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته